اشتركوا في القناة يمكن الطاعات ان شاء الله وما يحرمنا الاجر لا احنا ولا انتو طبعا بالنسبة لتوقعاتنا اليوم القمر اليوم موجود في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها طبعا القمر لغاية الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا احنا الآن في فترة خلو مسار مستمر من الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ومازال مستمر لغاية الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بالضبط هو ضايله بحدود الساعة واثنين وعشرين دقيقة من موعد بث الحلقة وحكينا أن فترة خلو المسار هاي فترة سلبية على جميع الأبراج ما مننصح فيها بالمباشرة بأي عمل جديد أو مهم أو ضروري مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار طبعا الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة يعني بمعنى آخر الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة بتوقيت الأردن القمر بنتقل وبصير موجود في برج الدلو وهاي طبعا فترة بتأثر على الجميع بأنه إحنا بنأخذ من صفات برج الدلو فبتأثر على جميع الأبراج بصير عنا شوي هيك أو العام حوالينا أو طبيعة الأجواء حوالينا بتصير من صفات برج الدلو فعشان هيك بالفترة اللي هي اليوم وبكرة بنشعر إنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية لازم نبتكر تغيير أو نغير روتين حياتنا بنكون وديودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بهاي الفترة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في مجموعة زوايا منها زاويتين هدولة بطيئات يعني تأثيرهم بيستمر لمدة أسبوع تقريبا يعني هو مستقله تقريبا تأثير الخمس أيام ولكن رح يستمر لكمان أسبوع اليوم هو دروة هاي الزوايا طبعا بالنسبة لأول زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة إلا عشرة بتوقيت الأردن بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها هاي طبعا تأثير الزوايا على جميع الأبراج يعني دون استثناء بتضيفوها لتوقعات اليومية اللي هي مع حركة الكواكب الأخرى بتطلع أنت عارف إيش هي التوقعات الكامدة عليك بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي زاوية سريعة يعني تأثيرها بس اليوم فهاي رح تكون هاي زاوية الساعة أربعة ودقيقتين بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن منزيد عليها ثلاث ساعات يعني الساعة سبعة صباحا أذروتها أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي الفترة ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة سبعة وثلاث عشر دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقي اللي بتتطلب مننا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض في هاي الفترة للشجاعة اللازمة لمواجهة المشاكل فعشان هيك بيلجأوا للهرب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة من الزوايا اللي حكيانا تأثيراتها لسه مستمرة لمدة أسبوع فهي زاوية سلبية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وذروتها رح يكون الساعة 6 و14 دقيقة صباحا يعني بتوقيت جرينيتش أما بتوقيت الأردن الساعة 9 و14 دقيقة صباحا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة يعني أي علاقة عاطفية ضعيفة صار فيها مشاكل في الفترة الماضية ممكن تتطور هاي المشاكل لدرجة انه خلاص تتسكر الطريق وما في مجال للرجعة بهذا الأمر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية هي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 4 و44 دقيقة مساءا تأثيراتها بتبلش من ساعات الصباح طبعا هاي 4 و44 مساءا بتوقيت جرينيتش بنزيد عليها ثلاث ساعات بتصير الساعة 7 و44 دقيقة بتوقيت الأردن بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وهذا عادة بيكون اتجاه سلبي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 18-9 بيبدأ في تمام الساعة 9 و14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 12 و14 دقيقة تقريبا قبل الظهر بتوقيت الأردن وبيستمر حتى تمام الساعة 28 و21 دقيقة مساءا يعني الساعة 11 و21 دقيقة بتوقيت الأردن بالليل مساءا لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت فإذا الفترة من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء هاي فترة تقلوا مسار بتكونوا ديروا بالكم منها يوم السبت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب طبعا هو بلش يتجه للاكتمال ولكنه لسه محدب 11 يوم في تمام الساعة وحدة 56 دقيقة بعد الظهر بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة منتحسة بنسبة 50% القمر في الدلو حتى يوم 18 تسعة اليوم منتحس ولكن بتراوحت انتحاستو ما بين 30% و50% طول اليوم عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 45% طبعا يوم 27 تسعة هي بداية التراجع لعطارد في نفس برج الميزان الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحسة بنسبة 40% المريخ في الميزان حتى يوم 30 اليوم تغير مزاجه لسعيد بنسبة 10% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد اللي هو 2022 منتحس بنسبة 10% نيبطن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر الآن موجود في الدلو يعني منقدر نحكي أنه شوي هيك بيركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء زي ما حكينا في حلقة الأمس فاليوم بتصير أوج العلاقات هاي بشكل أكثر فممكن اليوم يصير في مناسبات أو مقابلات أو حتى لقاءات الأجواء راح تكون داعمة لإلكم بشكل كبير اليوم ممكن أنه تتعاون أنت وبعض الأصدقاء في مسألة معينة أو تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يجوهم لزيارتك يعني يكون بيتك أو مكانك هو لاستضافتهم ممكن تتفاجأ اليوم من اتصال من صديق قديم مثلا أو تتفاجأ أنك أنت التقيت فيه بشكل يعني مش متوقع أو مثلا تسمع عنه خبر هاي فترة ناشطة جدا على كل المستويات فعشان هيك الأجواء إيجابية بالنسبة لإلك بتكثر عندك اليوم الاتصالات والمواعيد وممكن اليوم تكون فيه لمة هيك تسعد من خلالها في بعضكم راح يهتم ببعض المسائل العائلية أو يهتم في بعض المسائل اللي بتتعلق في أعمالهم طبعا الفترة هاي إيجابية بتدعمكم بشكل جيد برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر الآن استقر في بيت السمعة منقدر نحكي أنه خلاص يعني أنه ما بنا نحكي عن خلو المسار فبما أنه استقر في بيت السمعة اليوم زي ما لاحظتوا أنه الكواكب كلها منتحسة زوايا ضغط عليكم ممكن شوي تحس بأنك أنت منرفز أو معصب أو مضغوط هيك حب أنك تتفشش فاحذر من المشاكل احذر من ردات الفعل اليوم اللي عنده عمل زي الدول الغربية اللي ما عندهم إجازة اليوم أو على رأس عملهم يديروا بالهم من التأخر أو التغيب عن عملهم أو مشاكل ممكن تصير بينهم وبين رؤسائهم في العمل هذا بالنسبة لكم هو بيت السمعة يا إما بتنشهروا فيه يا إما بتحققوا إنجازات وتكرموا فيه بتحصلوا على هدية أو منحة أو ترقية معينة أو إذا خالفت القوانين وأهملت في أعمالك ممكن أنه تصير فيه نوع من أنواع الفوضى وممكن أنك أنت تخسر ما تكسب فعشان هيك حاول أنك ما تقع ضحية الفوضى بدك ترتب أمورك بشكل جيد ممكن تضغط عليك المسؤوليات تجد الأمور فيها نوع من أنواع الصعوبة ولكن الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي حابين يعززوا علاقاتهم مع رؤساهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن انتقل للدلو يعني بيتك التاسع وبما أنه البيت التاسع يعني الحضوض المطلقة أو منقدر نحكي بدناش يعني نكبر الأمور بالمديح ولكن هذا يعتبر بيت معزز بالنسبة لإلك بمنحك الثقة الكاملة وبعطيك طاقة عالية جدا وقدرة على يعني مميزة على الحركة على السفر على الاتصالات على الحوارات على الترويج على الدراسة على النقاش على كل الأمور هاي حتى اللي عندهم قضايا قضائية اليوم بتمشي أو بصير مسار القضية هاي لصالحك الأجواء تقريبا رح تكون إيجابية ولكن بما أنه القمر منتحس ما بدي تغامر بشكل كبير يعني حاول أنك أنت تعتمد على نفسك تدرس وتستعد بشكل جيد الأجواء جيدة على كل المستويات اللي ذكرناها ممكن اليوم يصير فيه تواصل مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو يجيك خبر من الخارج يكون مميز أو اللي بيشتغلوا مع أجانب ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع الحركة في هذا المجال ويعززوا نجاحات ممتازة الأجواء تقريبا على كل المستويات حتى على المستوى العاطفي جيدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر الآن تحرك من المقابلة تماما صار في البيت الثامن وبيت الثامن هذا إلو علاقة في المال ولكن إلو علاقة بالأموال اللي أنت ما إلك يعني مش إلك لحالك اللي بيكون معك شريك فيها ممكن تكون أموال الإبن أموال الزوج أموال ميراث أموال بنك قرض ضريبة تأمين كل الأمور هاي اسمها أموال مشتركة اليوم ممكن يتحققوا بعض المكاسب في هذا الاتجاه أو تهتموا في هذا الاتجاه أكثر ممكن تنفتح بعض المواضيع القديمة أو تذكر أشياء قديمة أو علاقات قديمة بالفترة هاي شوي تحس نفسك إنك حزين أو أشخاص كانوا موجودين إما غادروا الحياة أو غادروا حياتك يعني بمعنى قطعت العلاقة معهم فشوي ممكن تتستذكر هاي الأمور طبعا هذا بيت إلو علاقة حتى بالغيبيات إلو علاقة بالأمور الروحانية الأجواء بتدعم بهذا الاتجاه إيجابيا ولكن إذا أنت شوي خليت العواطف تلعب معاك معناته بدك تكون حزين اليوم حاول إنك تطلع من الجو وحاول إنك تنطلق بالاتجاهات الصحيحة ممكن اليوم تضبطوا ميزانيتكم تسدوا بعض الديون أو ترتبوا بعض الدفع المطلوبة منكم الأجواء إيجابية إذا أنت تحركت فيها إيجابيا برج الأسد بالنسبة لما أولد برج الأسد طبعا الآن القمر مقابلك تماما وهذا الشيء شوي بيصحب من طاقتك ولكن مش معنى هذا أنه سلبي لا هو بعض إيجابية وبعض سلبية فعشان هيك اليوم بالإمكان أنك أنت ترقي العلاقة ما بينك وبين شركائك شركاء في العمل شركاء في العاطفة مثلا الفترة هاي جيدة لا أنك تخطو خطوة إذا كنت حابب ترتبط أو تخطب أو تتزوج الجو مناسب لهاي الأمور وبرضو اللي في مشاكل بينهم وبين أزواجهم ممكن أنهم يصلحوها أو يصلحوها أو يرمموا العلاقة هاي ولكن يحاولوا يديروا بالهم من الصدامات زي ما حكينا في زاوية الزهرة فعشان هيك أي صدامات بالفترة هاي ممكن تنتهي العلاقة بشكل عنيف جدا فعشان هيك بتديروا بالكم من هاي الأمور حاولوا أنكم ما تعصبوا اضبطوا عصابكم ما في داعي للمواجهة أو للتجريح أو للعداء بالفترة هاي لأن العداء بالفترة هاي أنت الخسران لأن طاقتك ضعيفة فعشان هيك ممكن أنك أنت تصير مسؤول أو أنت المخطئ فعشان هيك ضبط أعصابك مطلوب برضو بدك تنتبه لغذائك وصحتك بالفترة هاي لأنه بما أن الطاقة ضعيفة معناته الصحة شوي بدها انتباه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن صار يتحرك بالمقابلة يعني بالدرجات المقابلة اللي هو البيت السادس البيت السابع البيت الثامن هو الآن في البيت السادس يعني ببداية المقابلة فعشان هيك شوي ممكن تحسوا أنه في ضغط صار على مستوى العمل أو أعمالكو بطلت تمشي بالشكل اللي أنتو بدكوية أو يصير في خلافات أو سوء تفاهم أو تنضغطوا بالعمل يعني بمعنى آخر يصير عندكو مسئوليات وأعمال كثيرة لدرجة أنه ما تقدر أنك تلحق أنك تنجز كل أعمالك هاي حتى لو كانت أعمال بيت حتى لو شغل البيت نفسه هذا يعتبر عمل فبتلاقي أنه الأمور تراكمت عليك وبصير بدها جهد أكثر وممكن تحتاج لوقت إضافي حتى تتممها عشان هيك حاول أنك ما تربط حالك بأعمال كثيرة وانجز الأعمال الضرورية والمهمة وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لأنه هذا البيت العمل والصحة عشان هيك أول أن تنتبه لعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه شوي على صحتك انتبه على تغذيتك على راحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك لأنه القمر منتحس فهذا شوي بيعمل علامة استفهام على أمور الصحة فمش بشكل خطر ولكن ممكن تشعر ببعض التوعوكات اللي عندهم أمراض مزمنة هم اللي ما يهملوا صحتهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الآن في الدلو في البيت الخامس ولكن للأسف الشديد إنه منتحس اليوم يعني ما رح يعطيك الطاقة الكاملة في أمور اللي هي أمور الحضود المطلقة والأمور العاطفية المطلقة فيه حضود موجودة وفيه أمور إلها علاقة بالترفيه إلها علاقة بالأبناء إلها علاقة بالأفراح يعني موجودة ولكن مش بقوتها الهائلة لأنه بما إنه الشمس موجودة ما زالت في بيت متعبك والقمر برضو جاي في مكان وما أعطي النوع من أنواع السعود الكاملة في الموضوع فعشان هيك يحاول إنك ما تعتمد على الحضود كثير حاول إنك ما تدخل بخلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة حاول إنك اترفع عن نفسك ولكن بدون اندفاع وتهور يعني ما تبالغ بالترفيه خليك مرن اليوم امسك العصى من النص على أساس أنه ما تكبر المشاكل كثير الأجواء جيدة إيجابية إذا أنت التزمت بالأشياء اللي أنا حكيت لك إياها بتلاقي اليوم في مكاسب كبيرة بالنسبة لك ولكن إذا عاندت وعاندت معناته رح يكون في سلبيات برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا القمر الآن في البيت الرابع وبما أنه في البيت الرابع يعني تربيع مع برجك وهاي إلها إيجابيات وإلها سلبيات أول إيشي بما أنه إيجابيات يعني إلها علاقة بالبيت والعائلة بشراء قطعة أثاث ترتيب ديكور أشياء من هذا القبيل ممكن تنهمك بأعمال منزلية وعائلية تكون بالنسبة لك ضاغطة شوي سلبيتها إنها بتجيب بعض الخلافات بعض الأحداث المنزلية اللي شوي بتكون مش ممتازة يعني بتكون يعني بتربكك هيك أو بتخليك تجتهد زيادة بتشعر بالتعب بالامتعاض سوء تفاهم خلاف أعطال منزلية أهم إشي إنك أنت بتكون اليوم هيكي يعني تخلي على على قلبك قالب ثلج يعني بدها عصابك تكون باردة على الآخر تتحمل وقد ما بتقدر عشان ما تصير خلافاتك كبيرة وبعدين ما تقدر تسيطر على الأمر الأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني في نوع من أنواع بصيص الأمل بالنسبة لإلك إنه تكون الأجواء إيجابية ولكن ممكن صحة أحد المقربين تكون هي اللي بحاجة للرعاية أو هي اللي تثير أعصابك برج القوس برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا القمر في البيت الثالث وهاي طاقة كبيرة بالنسبة لإلك اليوم رح تنشط بالاتصالات والعلاقات والحوارات والتنقلات يعني عندك نشاط لدرجة أنه ممكن أنت ما تهدأ وتيرتك من كثر الالتزامات اللي رح تكون عليك أو من كثر النشاط اللي موجود عندك أو الواجبات اللي بتتطلب منك التحرك الأجواء جيدة للي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده حاب يشرح عن موضوع معين أو يعطي وجهة نظره في أمر معين الأجواء جيدة وبتدعمك ولكن إنك تفرض رأيك أو تعصب اليوم أو توجه كلام غير مفهوم هذا الشيء ممكن يسبب لك علامات استفهام ومشاكل أنت بغنى عنها الأمر الثاني إذا كنت أنت من الأشخاص اللي بقودوا السيارات بتهور بدك تضبط أعصابك اليوم ما في داعي للإندفاع وبرضو اتفقد سيارتك بشكل جيد وحاول أنك تحافظ على سيارتك ويصير في بعض الأعطال وبرضو أجهزتك الإلكترونية بدك تركز عليها بشكل جيد برضو من الأعطال أنا بنصح اللي عنده امتحان إنه شوي ما يعتمد كثير على الحضوض بده يدرس ويستعد بشكل جيد وحاول إنك ما تعصب برج الجدي بالنسبة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن موجود في البيت الثاني ومعنى بيت الثاني يعني بيت المال وهذا شوي بيجيب لك فرص لها علاقة بالأمور المالية مكاسب تيجي من عمل إضافي ممكن مستردات مالية يعني لك أموال على ناس انت ومش عارف تحصلها اليوم ممكن تحصلها وممكن تيجيك هي لحالها يعني يجي واحد يصدك دين معين ممكن تنهمك اليوم بترتيب بعض الديون أو القروض أو الفواتير مطلوبة منك ترتبها بشكل جيد أهم شي أنه هذا اليوم بيقولك ما تغامر بأموالك وبرضو في زاوية لها علاقة بالزهرة بتدل على إصراف الأموال دير بالك من الصرف حاول أنه تبعد عن اللي هي نزوات التسوق بهذا اليوم يعني أضبط أنت مش بحاجتها فهذا الإشي رح يخليك تخسر فلوسك الأمر الثاني بدك تحذر في هذا اليوم من النصابين والمحتالين وأنك تفقد أموالك أو سرقت أموالك بهاي الفترة ليش لأنه ما فيه تركيز فسهل جدا أنك تحط فلوسك في مكان أنت ما تنتبه لها وبرضو الناس النصابين والمحتالين بكيفوا عليك في الأيام هاي يعني أنت فريسة سهلة بالنسبة لهم عشان هيك بدك تنتبه على أموالك وعلى أي شي بدك تشتري تأكد من كفالته ووكالته بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا الأجواء بلشت شوي تحس أنه فيه فارق الآن كل ما اقتربنا بلا ساعات منتصف الليل من الآن الأجواء بتصير أحسن وأحسن منتصف الليل اللي هو ليلة الخميسة على الجمعة طبعا اليوم جمالا هو يوم إيجابي طاقتك أحسن حيويتك عالي جدا بتشعر بأنه فيه شيء تغير كل الضغط اللي حسيته بالأيام الماضية اليوم ببلش يتلاشى ممكن أشياء كنت أو مواضيع أو أشياء كنت أنت عازم أنك تعملها بالفترة الماضية تأجلت أو تعطلت أو ما مشت معك اليوم تتفاجأ أنه صار سهل أنك أنت تمشيها كرر المحاولة بتمشي معك الأمور ولكن الأهم حتى لو القمر موجود عندك القمر منتحس بيخليك عصبي ردات فعلك شوي ممكن تكون متسرعة ما تقدر تضبط حالك بدك تمسك أعصابك قد ما بتقدر لأنه أي إنفعال أو ردة فعل ممكن يخرب عليك الأيام الإيجابية اللي جاي لأنه هو مش اليوم إيجابي هي الفترة هاي اللي إحنا فيها كلها إيجابية فعشان هيك ضبط أعصابك مطلوب حاول تغير من مزاجك ومن نفسيتك حتى إذا بتقدر تغير من لباسك وهندامك وقصة شعرك بالفترة هاي عشان تغير نفسيتك أكثر الفترة هاي ممتازة جدا لا إله برج الحوت طبعا بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم تزعلوش مني يعني اليوم الأجواء مش لصالحكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب هو يعني رح يستمر لغاية بكرة المساء في بيت المتاعب بعدين رح ينتقل عندكم عشان هيك اليوم وبكرة تحديدا حاولوا قدر الإمكان تضبطوا أعصابكم حاولوا أنه تنتبهوا لصحتكم ما تبادروا بعمل جديد يعني بمعنى آخر ممكن أنت تكون معول على وعد معين خلال اليوم أنه شخص يوفي فيه وبتلاقي أنه تعطل في آخر يعني ما رح يمشي أو الأمور صارت عكس ما أنت بترغب ممكن أنت حاجز في مكان فجأة تروح تلاقي التغل حجز أو صار فيه تأخير الأجواء كلها تقريبا ما رح يعني تمشي معك بسهول الأمور يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة عشان هيك بالفترة هاي دائما نقول لما ليد أي برج ديروا بالك ما تحسنوا أمر ما تتخذوا قرارات حازمة وحاسمة بالفترة هاي لأن الأجواء مش مساعدة بالنسبة لإلك فأنت اللي رح تكون ملام وأنت اللي رح تكون خسرا الفترة هاي أحسن شيء إلك إنك تمشيها بشكل روتيني يعني تتعامل بروتينية مطلقة في كل الأمور أعمالك المنزلية البيتية العائلية الاجتماعية كلها بدأتكون بشكل روتيني بدون ما تنفعل مش إنك تتقوقع على نفسك وتوعد في البيت لا تحرك ولكن بالمقابل ما تعول على شيء يعني لا تعتمد على الحظ لا تعتمد على إنه حد يساعدك ولا تعتمد على إنه الأمور تمشي معك بسهولة هي زي ما حكينا هو اليوم وبكرة وبعدين الأجواء كلها بتتغير ممكن تعوض كل هذا الإشي اللي حكيناه بتصير أنت مقبل على فترة ممتازة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة